بسم الله الرحمن الرحيم روي عن الإمام الباقر عليه السلام نحن شجرة أصلها رسول الله صلى الله عليه وآله وفرعها علي بن أبي طالب عليه السلام وأغصانها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وآله وثمرتها الحسن والحسين عليهم السلام والتحية والإكرام وإنا شجرة النبوة وبيت الرحمة ومفتاح الحكمة ومعدن العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وموضع سر الله ووديعته والأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال وحرم الله الأكبر وبيت الله العتيق وذمته وعندنا علم المنايا والبلايا والقضايا والوصايا وفصل الخطاب ومولد الإسلام وأنساب العرب إن الأئمة عليهم السلام كانوا نورا مشرقا حول عرش ربهم فأمرهم أن يسبحوا فسبح أهل السماوات لتسبيحهم وإنهم لهم الصافون وإنهم لهم المسبحون فمن أوفى بذمتهم فقد أوفى بذمة الله ومن عرف حقهم فقد عرف حق الله هؤلاء عترة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن جحد حقهم فقد جحد حق الله هم ولات أمر الله وخزنة وحي الله وورثة كتاب الله وهم المصطفون بأمر الله والأمناء على وحي الله هؤلاء أهل بيت النبوة ومفاض الرسالة والمستأنسون بخفق أجنحة الملائكة من كان يغدوهم جبرائيل بأمر الملك الجليل بخبر التنزيل وبرهان الدليل هؤلاء أهل البيت أكرمهم الله بشرفه وشرقهم بكرامته وأعزهم بالهداء وثبتهم بالوحي وجعلهم أئمة هدات ونورا في الظلم للنجاة واختصهم لدينه وفضلهم بعلمه وآتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين وجعلهم عمادا لدينه ومستودعا لمكنون سره وأمناء على وحيه وشهداء على بريته واختارهم الله واجتباهم وخصهم واصطفاهم وفضلهم وارتضاهم وانتجبهم وجعلهم نورا للبلاد وعمادا للعباد وحجته العظمى وأهل النجاة والزلفاء هم الخيارة الكرام هم القضاة الحكام هم النجوم الأعلام وهم الصراط المستقيم هم السبيل الأقوام الراغب عنهم مارق والمقصر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق هم نور الله في قلوب المؤمنين والبحار السائغة للشاربين أمن لمن التجأ إليهم وأمان لمن تمسك بهم إلى الله يدعون وله يسلمون وبأمره يعمدون وببيانه يحكمون فيهم بعث الله رسوله وعليهم هبطت ملائكته وبينهم نزلت سكينته وإليهم بعث الروح الأمين منا من الله عليهم فضلهم به وخصهم بذلك وآتاهم تقواهم وبالحكمة قواهم هم فروع طيبة وأصول مباركة خزان العلم وورثة الحلم وأولو التقى والنهى والنور والضياء وورثة الأنبياء وبقية الأوصياء منهم الطيب ذكره المبارك اسمه محمد المصطفى والمرتضى ورسوله الأمي ومنهم الملك الأزهر والأسد الباسل حمزة بن عبد المطلب ومنهم المستسقى به يوم الرمادة العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وصنو أبيه وجعفر ذو الجناحين والقبلتين والهجرتين والبيعتين من الشجرة المباركة صحيح الأديمي والضاح البرهان ومنهم حبيب محمد صلى الله عليه وآله وأخوه والمبلغ عنه من بعده البرهان والتأويل ومحكم التفسير أمير المؤمنين وولي المؤمنين ووصي رسول رب العالمين علي بن أبي طالب عليه من الله الصلوات الزكية والبركات السنية هؤلاء الذين افترض الله مودتهم وولايتهم على كل مسلم ومسلما فقال في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وآله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور قال أبو جعفر الإمام الباقر عليه السلام اقتراف الحسنة حبنا أهل البيت